بالأرقام والإحصائيات هو موسم حج استثنائي حج بلا حوادث تذكر أثناء أداء المناسك وبلا أمراض وبائية عدد الحجاج هذا العام فاق السنوات الماضية بنسب كبيرة ووفقا للأرقام التي أعلنتها الهيئة العامة للإحصاء في المملكة بلغ عدد الحجاج نحو مليونين ونصف المليون حاج من بينهم مليون وسبعمائة وخمسين ألف حاج من الخارج وأكثر من ستمائة ألف حاج من الداخل وبلغت الزيادة في عدد الحجاج نحو ثلاثين في المائة عن موسم الحج الماضي ولتأمين موسم الحج والحفاظ على سلامة ضيوف الرحمن نشرت السعودية أكثر من مائة ألف عنصر أمن كما ساهم في تأمين أداء المناسك أكثر من سبعة عشر ألفا من موظفي الدفاع المدني وتم تثبيت آلاف الكاميرات في الطرق التي يسلكها الحجاج النجاح لم يقتصر على الأرقام فقط بل نجحت السعودية في إحباط محاولات لتسييس الحج من قبل دول مثل قطر وإيران وهذه البلاد مفتوحة لجميع المسلمين لأداء الحج وأداء المناسك ولم نمنع الإيرانيين ولا نمنع أحد من أي جهة كانت في العالم عن أداء مناسكهم وزيارة الأراضي المقدسة ومكة المكرمة ورغم محاولات الدوحة عرقلة حجاجها إلا أن عدد الحجاج القطريين وصل إلى أكثر من 1500 حج بزيادة عن العام الماضي وبهذه الاستعدادات والترتيبات نجحت المملكة في إدارة وتنظيم موسم الحج على أفضل وجه ممكن